مرحبا بكم في بودكاست توني فرانسيس مرحبا معك توني فرانسيس صلي ان هيدا البودكاست يوصلك اليوم صديقي اليوم اروح لقدس حتى على قلبي احكيك بكلمة كتير مهمة يلي هي قوة التكلم بالألسنة قوة التكلم بالألسنة يمكن هيدا المسج لأشخاص بيعرفوا شوي بمصطلحات كتابية مثل هيدا اللي عم بقولها التكلم بالألسنة يمكن بوقت اخر بركي بعرف الاشخاص يلي ما بيعرفوا عن هاي الموهبة ولكن اليوم يمكن هاي الكلمة للاشخاص يلي مليانين بنروح لقدس وبيتكلموا بألسنة بس ما بيعرفوا بعد قوة التكلم بألسنة اليوم الروح لقدس بده يكشف لك ويكشف لك عن قوة التكلم بألسنة لأنه هيدا الاعلان اليوم رح تبني عليه حياتك الروحية ورح تبني عليه علاقتك الحميمة بالرب لأنه ما في وسيلة وبركة وموهبة ومراث الرب بيعطيه لأولاده إلا ما هو قوي ونافع وسلاح غير عادة يجعلنا مثمرين بعلقتنا مع الرب وأشداء بالمعارك بمواجهة إبليس والخطيئة ونظام هيدا العالم السائد التكلم بالألسنة هي وحدة من المواهب والوسائل الروحية يلي ينظر لألا من بعض الأشخاص المؤمنين بدونية يعني بنظرة استخفافية مش لأنهم قصدين يمكن يستخفوا بكلمة الرب مش اللي عم بقوله ولكن لأن مثل ما قلتلك ما عندك أعلان يمكن وما عندك أعلان روحي عن أهمية وقوة التكلم بالألسنة ولكن اليوم من خلال هيدا البودكاست يلي بصلي باسم يسوع أنه يكون محطة تغييرية بحياتك بعلاقتك مع الرب وبالتحديد بهيدا الناحية يلي اليوم الروح الأدس عم بيكشفها لألك يلي هي التكلم بالألسنة شجعك تكون عم بتشارك هيدا البودكاست مع الآخرين خلي الروح الأدس يقودك مع مين تشاركها وتكون بركة للآخرين بهيدا الرسالة يلي اليوم الروح الأدس على قلبه وأنه يكون عم بيوصلها وعم بيطلقها للبركة منشوف بالتكوين والأصحاح 11 أول بذار نظام بابل ومنشوف بهيدا القصة كيف قرروا هيدا المجموعة من الناس أو هيدا الشعب أنه يبقوا بهيدا المنطقة اللي هني فيها مع أنه الرب وصى من البداية أنه اذهبوا لكل الأرض أنموا واكثروا واملقوا الأرض بتكوين 11 نقرأ أنه هيدا الشعب قرر يتمرد على كلمة الرب وقرر أنه قال يحجز حاله بهال مدينة ويشيد لأله برج عالي جدا بيوصل للسماء ويبقوا هونيك وهيدا ما كان فكر الرب أبدا ولكن هني كسروا التصميم الإلهي فبلشوا يفكروا بكيف بدون يشايدوا البرج اللي يوصلوا للسماء قالوا غيروا الوسائل يعني منشوف ناسة التفاصيل بس بدل ما كانوا يستعملوا هيدا الوسيلة يتطوروا لوسيلة تانية من طوب من طين لطوب لحجارة إلى آخره منشوف أنه مش بس بيفكروا إنما حتى ب الوسائل البناء تطوروا فيها ليكونوا عم بيتمردوا بأرضهم بمكانهم عم بيموتوا بأرضهم عم بيدفنوا حالهم هني مفاكرين حالهم عم بيتطوروا بس هني عم بيموتوا مفاكرين حالهم عم بيرتفعوا عم بيرتقوا صوب السماء والسنة عم بينزلوا لأسافة للهيوية لأنه القلب فيه خداع القلب نجيس من يعرفه فمرات منفكر حالنا أنه نحنا عم نتطور فوق كلمة الرب ما هيك وبالحقيقة نحنا مسطيل يعني أغبياء الحقيقة القالة الجاهل في قلبه لا يوجد إله كل مرة بدك تكسر الوصايا الإلهية أنت مش زكي الكتاب المقدس بصنفك ضمن الأغبياء والجهل وهيدي مش إهانة هيدي توصيف يعني توصيف واقع لا يساعدك لإلك ما تضغيبة خليك زكي خليك معي متناغم مع السماء ومع الزكا الإلهي فهودي الشباب بوقته بتكوين 11 قرروا يبنوا هيدا البرج العالي وإلى آخره فيكن تقروا تفاصيل القصة بهيدا الإصحاح ولكن في شيء كتير ملفت بدي دويلك عليه أنه من كل الأشي اللي دارت بهيدا بهيدا الحدث لفت الرب شغلة وحدة لغتن قال الرب هيدا الكلمات قال إذا هني شعب واحد وعم بيحكوا لغة موحدة ما في شيء بيقدر يمنعون يحققوا اللي بدون إياه وبالتالي يكسروا فعلا أو أمري فلفت الرب وحدتن بس وحدة اللغة تبعن فقال نزل الرب وبلبل قال سنتن وما بقى حدا فهم على التاني يعني لا المهندس عم يفهم على العامل ويقله شو يعمل ولا العامل عم يفهم على المهندس ما بقى حدا فهم شيء من شيء يعني صاروا مثل غربة بين بعض ونالبعد مع أنه كانوا موحدين وعم بيحكوا لغة وحدة ومصممين على رؤية وحدة فعلى الرب بلبل ألسنتهم وتشوشوا وفشل المشروع ووقف بأرضه وتفرطعوا امتدوا رجعوا لل قصد الإله بس هالمرة مش بيطيبون يعني غصب لأنه الرب بدي يحقق بالآخر ما قاصده يعني شئنا وقباينا مثل ما قال مردخاي عم الأستير قال لأنه إذا أنت ما بتعملي دورك لأنه أنت اللي مثل هذا الوقت إذا أنت ما بتعملي دورك وبتخلصي شعبك اليهود الرب لحيليقي طريقتين يعني ما رح يتعطل فالرب هو السيد دايما ومثل ما نبو خزنصر اكتشف للأسف بعد سبع سنين كان فيها بيزل بيعار بمستوى الحيوان هكذا يكتب يقول عنه لسبع مواسم بعد ما رجع له عقله وانقضت فترة القضاء لأنه فقد عقله لأنه تكبر وفكر أنه هو اللي عمل هالعظمة وهو الرب عملها من خلاله لأله بالآخر قال اكتشف بعد ما تواضع رجع له عقله قال الملك أو السيادة هي للسماء السيادة هي للسماء فخلينا متوضعين ونعرف أنه السيادة للسماء دايما تما نقطع بمواسم تشكيل بشعة وصعبة ما بدنا نقطع فيها لأنه مش مشقة الرب نقطع فيها يعني الرب بده كان شعبه بالعادل القديم يقطعه بالبرية 11 يوم بس مش أكتر وليحميهم مش لأنه بحب البرية فش كان غير طريقة يعني بس برحمته كان في 11 يوم ولكن ولكن بحب البرية بحب البرية بحب البرية عن قوة اللغة قوة التواصل واضطر أنه يبلبل السنتهم ببابل كما يكسما بابل بلبلة السنتهم كرميل يقف المشروع ويتحقق مشروعه فمن هون منشوف قوة التواصل قوة الكلام وهيدا الشي لازم تعرف وخيه وتعرف فيه اختي أنه في قوة بالكلام في قوة بالتواصل في قوة باللغة يلي بتحكي فيها إذا كانت لغة تواضع هيدا اللغة لح ترفعك وتباركك وتملعك بقوة الراب إذا كانت لغة بابل لغة تمرد لغة كبرياء لغة أنه ما بدنا نخدم بدنا نحن نكون شعب إليت يعني لحالنا عايشين بهالمدينة مغلقة لقلنا ناس عم نصطفي حالنا يعني رفعة ذاتية إذا هاي اللغة عم تحكيها مع حالك ومع الآخرين عراف أنه أنت مش بالمشيال إلهية والرب بده بيرحمته نعمته يزورك ويغير هيدا المسار ليختك لمصير أفضل فعرفنا أنه في قوة بالتواصل قوة باللغة ومن هون منكتشف كمان بيعقوب تلاتة كيف كمان الرب بخبرنا أنه لسان الإنسان لسانك ولسان قال ما بحضرهم بحضرهم الفلومة أو بيهود الألعاب حدا بيطلع على طور يعني ما بعرف شو بيحب بها اللعبة هي لعبة اندورنس يعني مثل أنه عم نضاي أنت من نقلب حبيبي ما عندك مية شغلة بالحياة عم بتهزك وتمرن هونيك بدكش تطور على الطور بتتكسر فعكل يعني إذا أنت بتحب هيدا شي ما تحقد علي بس ما بحب اللعبة عكل يعني عم بعطيك تشبيه أنه هيدا الطور يلي صعب تلجمه يعني بتزير يعني محرك مشاعره ومعصي بهالطور وبدو يكبل اللي يركب عليه فلساننا هيك الرب شبه بيعقوب ثلاثة على الصعب على المستحيل تلجمه على المرة بتستخدمه للبركة ومرة بتستخدمه لللعنة ومثل نهر ساعة ماي حلوة ساعة مايمالحة وبيفسر لنا انه هيدا اللسان الصغير اللي بيشبه الدفة يلي قادرة تغير مصار سفينة كبيرة ضخمة تقيلة دفة صغيرة بتغير مصار هيدا السفينة واكيد هوني ما عم بيقصدر رب لسانك الأرض يعني عم بيحكيك باللغة اللغة اللي بتحكي فيها بتغير الـ مصار سفينتك وانت لوين رايح الكبلة او الـ 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 يلي رايح عليها الاتجاه ففي قوة باللغة اللي بتحكيها وان بتاخدك هيدا اللغة اللي عم تحكيها اذا لغة ايمان بتوصلك بالمجد من آمن بيه كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار مياح حية وان امانت ترينا مجد الله فلغة الايمان بتعمل هيك ولغة الشك بتوصلك لمطارح تانية وبتخلي سفينتك تجمح وتدور بقلب البحر وما توصل لمطرح وما ترسي على شط الامان عبر الامان فالرب من كل هيدا الامثلة عم بيفسر لنا أنه في قوة بالحكة في قوة باللغة في قوة بالتواصل ومن هون الرب هو يعني كان ورا اللغات الارض كيف بعرف هيدا شي أنه مش اختراع بشري لأنه بالآخر الرب رح يستخدم هيدا اللغة للعبادة لأنه منشوف بسفر الرؤية قدام العرش في شعوب من كل القبيلة وكل لسان يعني لو هيدا اللغة هي صنع بشر ما سمح الرب بقى تبقى بالسماء يعني كانت مرزولة كانت مرفوضة ولكن من كل قبيلة وشعب وأمة ولسان قدام العرش عم بيعبدوا الرب بكلها التنوع فاللغة لغات الكتيرة هي فرح بالنسبة للرب عم بحكيك عن اللغات الأرضية هلأ إنجليزة عربي إلى آخره بس كمان أتذكر أنه عم بحكيك كمان روحيا عن لغة الإيمان لغة الحب لغة الحكمة وكمان اللغات المظلمة مثل لغة الشك عدم الغفران والضغينة والنميمة والتزمر والزنة والدعارة إلى آخره ففي عدة لغات وهون بنوصل لأحكيك شوي عن قوة التكلم بالألسنة هادي كانت مقدمة سريعة لإلك إنه في لغة الراب عطاها لشعبه لأولاده هي التكلم بالألسنة هيدا مش رأي شخصي لأنه لما بحكي كلمة الراب أنا ما عم بحكي رأيي يعني السفير ما بيحكي من عنده ما بيفتعل أزوه لازم يمثل البوس طبعه دولته سقاف دولته فاللي عمل لكي هو مش رأي خاص هو رأي الكتاب المقدس هو السلطان الروح الأدس هو الوحي يلي ما فيش يبيع علي عليه وما فينا نرتقي فوق المكتوب لأنه منصير مثل الشيطان وبكبنا الرب بطرحنا لأنه قال الله يقاوم المتكبرين وشفنا بقصة بابل كيف الرب قاوم المتكبرين ولكن يعطي نعمة للمتواضعين وإذا أنت فاتح قلبك هلأ بنعمة إذا أنت فاتح قلبك بتواضع بديقول الرب رب رح يعطيك نعمة النعمة هي قوة الرب لترفعك وتشقلك وتباركك وتكون بالمجد وبالمحضر الإلهي ففي في قوة بتتكلم بألسنة والكتاب المقدس بواحد كورينتوس 14 وهذا المطرح الأوضح لأنه يعني مثل المركز كيف النسل المركز الحليب المركز في مطارح بالكتاب المقدس بتحسها مركزة على موضوع معين يعني مثلا لما نحكي عن الإيمان ضغري عبرانين 11 يعني هيدا بدك تعرف عن الإيمان درس عبرانين 11 مع أنه كل الكتاب كتاب الإيمان هيك بيقول بيقول الكتاب عنه أنه هي كلمة الإيمان كلها وما بتدرس في إيمان عرفت بس هيدا المقطع عبرانين 11 إذا بدك يعني مخصص مثل كأنه الرابع عم يبسط لنا لعنوين إنه بدك عن الإيمان هون بدك عن المحبة 1 كورينتوس 13 أنشودة المحبة المحبة تصبر طويلا وهي لا تقبح ولا تستفسر يعني مشهورة بالأعراس سيلك اليوم لحياتنا اليومية وإذا بدك تعرف عن الألسنة في كتير مطارح بالكتاب بس بهيدا المطرح بالتحديد بتدرس بالتحديد عن الألسنة ووحدة من الأشياء اللي بيقولها هيدا المطرح 1 كورينتوس 14 عن الألسنة وانا لما من سنين طويلة لما قريت هيدا المقطع لحدا قال لي عنه وقفت مصدوم صراحة يعني مثل زعلين لأنه أنه كان هيدا المراس موجود لقلي بالكتاب المقدس وأنا مش عارف فيه مثل كنت عم بقراء وكأنه مثل حدا تركلي وصية صدقوني هيك كانت مثل أنه بعد كلها سنين ياريت عرفت فيها قبل أنه مثل بسطت بس زعلت بنفس الوقت أنه أنه واو كانت مخبية علي مخدوع كانت أو شو الوضع شو عم بيصير يعني كان عندي مشاعر متبادلة حاصله بهيدا المطرح بيقلك أنه الألسنة لما بتحكي بألسنة أنت عم تحكي الغاز بالروح الغاز بالروح أكيد ما رح فوت بالتفاصيل عن دراسة هيدا الموضوع بس فيك أنت يعني تتوسع فيه بس لما بتحكي بألسنة قال أنت عم تحكي مع الله أكيد فيك تحكي مع الرب بالزهن لأنه بنفس الإصحاح بيحكيك عن أهمية تحكي بالألسنة كأولوية أكيد لأنه يلغة روحية ينابعة من إنسانك الداخلي الروحي يلغة روحية أكيد كامل هيك ما بتحكيها ما بتشبه لغة زهنك يعني اللغة اللي بتحكيها عربي إنجليزي صيني اسباني إلى آخره فطبيعي أنه ما تشبه لغتك الأرضية لأنه هي لغة روحية هي طالعة من روحك يعني الكلمة بتقول قال يلي بيصلي بألسنة هو عم بيحكي بالروح واللي بيصلي بالزهن يعني يسمر بالزهن بمعنى أنه أنت عم تفهم شو عم بتقول ففي لغتين لغة روحية ولغة زهنية أو أرضية ولاحظ الترتيب أو الوردر يلي روحة القدس استعملوا بكل هالمقطع الأول بيقول قلب وصلي بالروح وصلي بالزهن ورنم بالروح ورنم بالزهن فيه توازن يعني لازم نصلي بالروح ونصلي بالزهن نرنم بالروح ونرنم بالزهن بس لاحظ الترتيب الإلهي تبرح الأولويات بالروح أولا يعني الرب عم بيقول لك صلي بالروح أولا قبل الزهن قال الروح القدس اللي فيك برومة 8 يشفع فينا بأنات لا ينطق بها ومجيدها يعني أنت بالروح عم بتصلي بلغة روحية الرب عم بيسمعك الرب فاهم عليك وأمور عظيمة عم بتصير لأنه نحن صحيح عم نحكي الغاز بالروح بس الرب عم بيفهم شو الروح القدس عم بيحكي من خلالك شو عم بيصلي قال يشفع في القدسين بمشيئة الله الكاملة واو لحرجع لك إياها الروح القدس اللي فيك يشفع بالقدسين إذا أنت قديس بالرب ابن للرب عايش لقلو قال يشفع بالقدسين بحسب مشيئة الله الكامل أنت عم بتصلي صلوات كاملة والروح القدس عم بيشفع فيك فمن هون أهمية أنه بالأول تطلق صلواتك بالألسنة بالروح لعنك عم تصلي صلوات كاملة ما فيها غش نائية بحسب قلب الرب وبعدين صلي بالزهن بلغتك بالنسبة لموضوع لغة الزهن فينا نصلي وفينا نطلع صلوات قوية بالإيمان بس نتذكر أنه زهننا بعده عم بيتجدد زهنك بعده عم بيتجدد بعده عم بيتقدس بعده ما تكمل بعد عندك مشيقتك ومشيقت الرب وفيه صراع بس كل ما تتقدس كل ما بتصير أقوى بس ما راح تصير كاملة على الأرض عراف هيدا الشيء ولكن سمعي دا الإعلان القوي روحك كاملة بيسوع الروح تبعك هي المطرح هي قدسة الأقدس اللي روح الأدو الساكن فيها هي كاملة هي نور عدسة خاصة الرب روحك كاملة لما ولدت ولادة جديدة الرب جددك بالروح كاملة هيكي لما بتطلع أو بتطلع صلوات بالألسنة بالروح أنت عم بتطلع الكمال أوكي بصلواتك والرب بيستجيب قال بحسب ما شيئته مثل ما يحنى الحبيب بيقلنا برسالته أنه هذه هي الثقة التي لنا أن الله يستجيب إذا صلينا بحسب ما شيئته هيك كلمته بتقول شو حلو فعرف لما بتصلي بالألسنة أنت عم تصلي ما شيئة الرب والرب عم يستجيب يعني خوض على استجابة صلوات فأنت يمكن مش عم تعرف شو عم بيصير شو الأشياء اللي عم بتصلي لها بس وساء وساء بالرب قالي لي كيف منوساء بالأشخاص بسائق بكابتن تيارة ما منعد نسأله شو عم تعمل وليش هلق دورتها ولوين أخذنا ما منسأل بس مع الراب لا شو قلت هلأ حلو أكيد أمين فيك تسأله وبيكشف لك بعض الأشياء بس ارتاح ارتاح سلم تدفي للرب سلم لسانك للرب خليها تدفي تحكي بالألسنة وتوجه سفينة حياتك صوب الأمجاد الإلهية وصوب الامتلاكات أمين فبعد شغلي بتقول لك إيها بالمأنهة بسفر الأعمال أعمال الرسل هي أعمال الروح القدس بالرسل منشوف بكذا مطرح الروح القدس كان عم بيحل على أشخاص آمنوا بالرب لأنه هيدا اللغة هي للمؤمنين بيسوع وبيقول الكتاب عنهم السمعون يتكلمون لما حكوا بالألسنة يتكلمون بعظائم الله أو بعظائم عن الله هني كانوا عم بيحكوا بالألسنة ولكن الأشخاص سمعون بطريقة معجزية بيلغتهم فهموا عليهم واللي قالوا أنه الترجمة كانوا عم بيقولوا عظائم قال كانوا عم بيقولوا أمور عظيمة تعرف زهنك وزهنة ما بيقدر يقول أمور عظيمة قال ما لم ترى عين ولم تسمع به أذن ولم يدركه عقل ما أعده الله لمختاريه أو للذين يحبونه فزهنك رح بيضل يحط عوائق زهنك مرات لما بيفكر بأمور عظيمة فجأة بيقول لا 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 ما بتصير زهنة ما عم بيقولك ما انه كامل ولكن روحك قال بتحكي عظائم واو عظائم عظائم عن الله عظائم عن حياتك عظائم عن وعود عظيمة رب مخصصة لك عظائم عن الأشخاص يلي يمكن انت بتحبهم أو ما بتحبهم لما بتصليلهم بالألسنة عم تقول اشي عظيمة عنهم بالروح القدس فعراف لسانك دفة صغيرة بس اذا بتحكي فيها هاي دي اللغة الروحية التكلم بالألسنة رح بتاخد سفينة حياتك مثل ما قلت لك للأمجاد وللبركات ولتحقيق الوعود الالهية العظيمة رح بتعيش حياة عظيمة جدا بالمسيح يسوع لانه هاي دي هي ما شئتو لك انه تعيش حياة بل حياة افضل فأخيرا بدي قللك انه بولوس الرسول بولوس الرسول يلي كتب تلتر بيع العهد الجديد يلي ربعط اعلانات مجيدة ما في حدا بيقوته وعمقه ولهوته لبولوس هيدا الخي المبارك قالنا سر بواحد كورندوس 14 قال للكنيسة وقال لقلك ولقلك ولقلي بالكتاب بهيدا الاصحاح قال انا بصلي اكتر من الكل بالالسنة قال اكتر من عشر تلاف كلمة بالالسنة قال ولكن لما اجي على الكنيسة لما بكون معكن لأ بدي ابني ايمانكن لانه الايمان يأتي بالسماع والسماع بكلمة الله فما فيك تبني ايمان حدا بانك تحكي السنة لأ بدك تجيب كلمة واضحة كلمة كلمة الانجيل انا لا استحي بالانجيل لانه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن فالانجيل هو البشرة الصارة هو كلمة فيها اعلان فيها تعليم فيها مزامير فيها ترانيم الاخرية بس هون قالنا انه انا بحكي اكتر منكم بالالسن عشر تلاف كلمة واكتر فأعطاك السر انه هيدا شخص عايش تحت سماوات مفتوحة بيسمع صوت الرب بوضوح الرب اتمنه على الوحل الالهي تلت ترباعه لانه كان يصلي هاي الصلوات العظيمة بالروح القدس يلي خلته يتعدس ويكون حساس للرب ويكتب ومش بس بالكتابة يعني الحياة اللي عاش هالامجاد ما خلى مدينة وبلد يعني الاسمار الشديد بحياته مش معقول يعني بالكتابات بسفراته بالتعليم كان يعلم يعني في مطرح سنتين ورا بعضهم بعدين فلع مطرح تاني بمواجهاته انتصاراته يعني من بعد الرب يمكن هو من اكتر الاشخاص يلي كانوا مجربين من النظام الديني فرسيين وغيرهم لدرجة انه صلت ضرع للرب بشيل هالشوكة من جسد داخلك هي شوكة الاضطهاد والتدين قال له الرب نعمة تكفيك فانتصاراته عظيمة كلامه على المعجزات اللي كانت على حياته لانه الرسول بترفق ومعجزات مش متل الرسول اليوم بس لقى برسول بس اني يعني مش انتقاد وحكم بس ما فيه نمط للارسلية ما هيك مش انه انا عندي رسول وحطيت اسمي على المكتب بس انتقاد رسول فلان ما احترامي للكل بس ما فيه نمط للرسول وللارسلية فبدك تعرف عن كيف تكون رسول دراس حياته رسول بولوس فتحرك بمعجزات غير عادية يعني شي شي مش معقول وهذا كله لانه انا بصلي بقال سنة اكثر منكم جميعا بتركك مع هايدي الفكرة وبصلي انه هاي الكلمة اليوم يلي هي من قلب الروح القدس للك انه تكون براكتك شجعتك فتحت لك عيونك بنت لك ايمانك بهذا الموضوع بهذه الموهبة بهذا الميراف يلي الرب حطه فيك لما امتلقت بالروح القدس كرميل تنمى وتكتر ب صلواتك بالروح كرميل تمتلك الارض لمعجز الرب ربي باركك والى اللقاء